اشتركوا في القناة جنوب شرق مدينة الخفاجية راح نقلكم الان الخرطة التفاعلية توضح تقدم الجيش العراقي من منطقة الخفاجية مرورا بقرية ابو حميضة وقرية الجلالية وقرية المرعي ثم الى قرية البريتشية هاي القرية راح نتناولها بحلقة خاصة لانه هاي القرية مهمة جدا مرورا الى حلقة العفو الى قرية الكوت ثم الى الحميدية حاليا احنا بالدوار الرئيسي بمدينة الخفاجية باتجاه مدينة الحميدية هذا هو الشارع العام اللي يودي الى مدينة الحميدية طبعا ردا على بعض التعليقات يقولون انت تصور وتمشي بالسيارة المفروض تنزل وتصور اذا اسوي هيشي بصراحة احتاج ايام من التصوير لانه انا جاي احاول اغطي قاطع عمليات كبير يعني مثل ما الكل يعرف الجيش العراقي دخل الى مدينة عربستان او مدن عربستان يعني ارض كبيرة جدا وارض واسعة وعدة مدن فما يسعنا ننزل بكل مدينة ونصورها واحنا نمشي يعني راح يكون راح تكون حلقات طويلة جدا وراح تكون حلقات مملة وتستمر لعدة ايام وهذا الشي اشوف ويعني ما ممكن احنا افضل حل انه بالسيارة وخارطة فاعلية توضح الطريق اللي يسلكه الجيش العراقي وشغلة ثانية ايضا انا وهلها احنا لحد هاي الحلقة وبعد حلقات نشرح عن تقدم الجيش العراقي ما متناولين حلقات الانسحاب حلقات الانسحاب راح نبدي بيها ايضا ان شاء الله بعد ما نكمل حلقات تقدم الجيش العراقي ليش حتى تصير الفكرة واضحة وحتى تكون سلسلة وثائقية متكاملة نشرح كيف تقدم الجيش العراقي وين وصل وبعدها راح نتناول حلقات الانسحاب وشلون انسحب والمعارك اللي دارت اثناء عملية الانسحاب قد يقول البعض الجيش العراقي ما انسحب الجيش العراقي خسر واضطر للانسحاب لا هذا الكلام مو صحيح بالاستناد الى المصادر الاجنبية بالدرجة الاولى والمصادر العربية وايضا الايرانية حاليا وصلنا الى قرية ابو حم ميضة هاي القرية تصير مباشرة بعد مدينة الخفاجية شوف اخوان على ايدكم اليمنى اذا تلاحظون على الجهة اليمنى هاي اللي عبرناها بعض البنايات لا زالت اثار الحرب عليها وبعض البنايات الاخرى متضررة من جراء الحرب على كل حال الجيش العراقي هنا ما واجه مقاومة تذكر اكمل طريقة الى القرى الاخرى اللي تتبع قرية ابو حم اضاء طبعا القاطع اللي كان ماسك مدينة العمارة القوة عفو اللي كانت ماسكة مدينة العمارة هي الفرقة المدرعة التاسعة مسنودة بعدة الوية من قطاعات الجيش العراقي الاخرى هي نفسها اللي اكملت بسيرها الى منطقة الخفاجية وبالتالي اكمل الى منطقة الحميدية مدينة الحميدية مدينة استراتيجية لانه ذكر نحن قلنا مدينة تتواجد بيها السدود على نهر الكرخة هل سوصلنا الى قرية المرعي القرية الثانية بعد قرية ابو حميضة طبعا العفو هاي قرية الجلالية وبعد قرية الجلالية تبدي قرية المرعي احنا قلنا بالبداية انه الجيش العراقي عانى من مشكلة او معضلة كبيرة وهي عدم الاستعداد والتخطيط الكافي لاجتياح مدن عربستان كان القرار سريع وما كان الجيش او قيادات الجيش العراقي مستعدة لمثل هكذا عملية كبيرة وما كانت عنده الخرائط ايضا الكافية يعني بعض قطاعات الجيش العراقي اثناء دخولها الى الاراضي الايرانية واجهت مشاكل كبيرة جدا يعني بعض القطاعات توقفت اضطرت ان تتوقف لانه تتقدم تتقدم بارض مفتوحة وصحراء وما تعرف وين تروح لانه ما عدها الدراية وما عدها الخرائط الكافية اللي تمكنها من الاستمرار وهذا اربك الجيش واربك قطاعات كثيرة من الجيش العراقي اثناء التقدم يعني قرار الحرب بحسب رواية قيادات بالجيش العراقي يعني هذا اللي قريته انا طبعا يقولون الجيش العراقي يعني قيادات الجيش ما كانت مستعدة كان قرار مفاجئ وسريع بدليل انه ليلة 22 ايلول لما نفذ طيران الجيش العراقي ضربات الجوية للقواعد العسكرية والمطارات الايرانية ما كانت ضربات موفقة و جيش الايراني ما تكبد خسائر كبيرة اثناء تنفيذ هذه الضربات ولما دزت القيادة على القائد العام لقوة الجوية وسئلت عن التصوير التصوير الطائرات اللي نفذت القصف الجوي فقال احنا اصلا ما سجلنا لانه وضعنا مكان الكاميرات صواريخ وقنابر وبكتها القيادة العراقية ادركت انه هذه الضربات الجوية كانت ضربات غير موفقة او ضربات غير فعالة فبنفس الوقت القيادة العراقية قالت لهم استعدوا للرد الايراني العنيف على هذه الضربات على كل حال هسا احنا بقرية البريتشية قرية البريتشية انا ارتعيت انا اسوي لها حلقة بحدها لانه من قرية البريتشية شغلوا المزارعين الموجودين بالقرية هذه هم اللي شغلوا مضخات الماء اللي بدورها ادت الى غرق مساحات او غمر مساحات واسعة من الاراضي الزراعية والاراضي المحيطة اللي كانت تتواجد بيها قطعات الجيش العراقي والاليات والدبابات والمدفعية فان شاء الله راح تكون لها حلقة خاصة قرية البريتشية راح نصور بيها مكان المضخات ومكان السد اللي ضربت الجيش العراقي ومكان المجرى المياه اللي غيرته القوات الايرانية حتى تفيض المناطق المحيطة بالخفاجية والحوازة وصولا الى هور الحوازة طبعا طبعا المناطق وتفاصيل وتفاصيل عن وعن طبيعة المناطق اللي جاي يتوغل بيها مما سبب له ارباك شديد بعض المرات اثناء تقدمها ومثل ما وضحنا احنا وقلنا الاسباب شنو هي طبعا نرجع للضربات الجوية الغير مجدية خنسميها اللي نفذها الجيش العراقي طيران الجيش العراقي والقوات الجوية العراقية العفو مثل ما تعرفون او نعرف احنا الجيش الايراني او الطيران الجيش الايراني القوات المسلحة القوات الجوية الايرانية كانت اقوى واكثر عدة وعدد وعدها طائرات اكثر وطائرات احدث من طائرات القوة الجوية العراقية لانه مثل ما نعرف احنا الجانب الايراني طائرات كلها امريكية والطيارين الايرانيين بزمن شاه كانوا يتدربون بامريكا وكل تدريباتهم ومناوراتهم التعبوية كانت بامريكا يعني قبل قبل تبدأ الحرب حسب ما ذكر بيري رازوخ يقول يعني قبل لا تبدي الثورة الاسلامية بايران باربعة شهر تقريبا كان عدد من الطيارين الايرانيين نفذوا طلعات جوية مشتركة مع الامريكان على الاراضي الامريكية فهم كانت عندهم طائرات يعني حديثة اغلبها كانت توم كات الامريكية وتدريبهم هم اقوى طبعا من تدريب القوة الجوية العراقية فالقوة الجوية الايرانية كانت تفوق القوة الجوية العراقية هس حاليا نحن وصلنا الى مشارف مدينة الحميدية هذي مدخلها اعتقد اي نعم هذا هو مدخل مدينة الحميدية وراح نصور لكم ايضا من داخل المدينة و وان شاء الله الحلقة اللي راح تجي بعد هاي حلقة الحميدية راح نتناول بها حلقة السدود السدود اللي قصفها طيران الجيش العراقي او القوة الجوية العراقية اثناء تقدمها الى منطقة الحميدية لانه بسبب هذي السدود الجيش الايراني اتبع استراتيجية اغمار الاراضي لغرض ايقاف تقدم الجيش العراقي وهاي طبعا العملية كانت شوفها هاي الدبابة اخوان هاي بداية مدخل الحميدية هاي الدبابة عراقية اعتقد اثنين وستين ما متأكد منها طبعا الاخوة اللي يشاهدون مقاطعي اغلبهم السادة المشاركين بهذه الحرب يصححون بعض المعلومات ولا ضير بهذا الشي طبعا يسعدني جدا ان تصححون المعلومات اللي قد تكون غير دقيقة وغير صحيحة وبنفس الوقت مو مثل قبل انا اعتمد على روايات مصادر اجنبية هسا منها وجاي منها الحلقة وجاي بالدرجة الاولى راح اعتمد على مصادر اجنبية يعني جبت مصادر من جامعة هارفرد ومصادر من جامعة كامبرج ومصادر من جامعة ييل ومصادر من الملفات التي تم رفع السرية عنها ب امريكا وفرنسا وروسيا حتى ملفات بعض الملفات من السافاك جهاز المخابرات الايراني رفعوا السرية وظلوا يدرسون هذه الملفات بالجامعات فاصبحت الان متاحة لانه مر عليها زمن طويل واصبحت بمتناول الجميع فلذلك انا رح اعتمدها لانه اشوف الكثير من التعليقات طبعا وتقول انت مين تجيب هاي المعلومات ومين تجيب هاي الكلام هذا الكلام اجيبه من جامعات اجنبية عريقة وقد تكون حيادية جدا بتناول وطرح موضوع الحرب العراقية الايرانية بالاضافة الى المصادر العراقية بعض المصادر العراقية طبعا مو كلها وبعض المصادر الايرانية اشكركم جزيل الشكر والامتنان لسؤالكم عني بعض الاخوة سألوا عني قالوا ليش من قطع قطعت بسبب ظروف خارج عن ارادتي لكن الحمد لله رجعنا وبحلقات جديدة وان شاء الله رح نستمر اللي ارجوه منكم هو تفاعلكم اخوان وتحاولون تشاهدون المقطع النهايته حتى اذا ما تقدر ما عندك وقت نصه ارجع مرة ثانية كمل الباقي لانه انا جاي اسرد معلومات متأكد منها ومعلومات تعبان عليها جايبها من مصادر رصينة ومثل ما ذكرت لكم هذه الجامعات اللي اغلب معلوماتي جاي اجيبها منكم الحلقة الجاية راح تكون عن حلقة السدود واعتقد بعدها راح انشر عن حلقة المضخات بالقرية البريتشية تفاعلكم جدا مهم ومشاركاتكم ايضا جدا مهمة اشوفكم بالمقاطع الجاية ان شاء الله تحياتي لكم في امان الله اشتركوا في القناة